عايز اقول بس في مباراة مازينبي فيه نقطة مهمة جدا عايز اتكلم عليها دلوقتي ماتشو مازينبي احنا عارفين طاقم التحكيم الحاكم البروندي بس هفكني ده بيه هيدير اللقاء وعلى تقنية الفيديو الحاكم الغاني المنصير للجدل دانيال لارايا ولكن في تقنية الفيديو في ملعب لمومباشي فيه نقطة مهمة جدا عايز يعني اتمنى الكلام ده يوصل حتى ليه جهاز القرى في النادي الاهل ملعب لمومباشي ودي معلومات انا بقولها لحضراتكم ولكل السادة المسؤولين فيه مشكلة في البس الفضائي وفي تقنية الفار في هذا الملعب تحديدا وده لو تفتكروا كده الدور الافريقي مازينبي لما لعب الدور الافريقي لعب في تنزانيا بسبب المشكلة دي في مباراة مازينبي وبيترو اتليتكو الفار يعني فصل في عدد من زوايا الكاميرات حوالي 3 اربع دقايق مرتين 3 في كل مرة 3 اربع دقايق في كل مرة 3 اربع دقايق وده مش مشكلة الفار ومش مشكلة شركة الفار ده مشكلة البس الفضائي الملعب زوايا التصوير فيه صعبة شوية والكاميرات اللي بتصور عدد 8 كاميرات في ملعب المباراة انا بقول لكم بالضبط عدد الكاميرات اللي تصورت او اللي صورت المباراة الاخيرة اللي مازينبي مع بيترو اتليتكو في لمومباشي واللي انتهت بالتعادل 0-0 عدد الكاميرات 8 فيه مشكلة في زوايا التصوير تقنية الفار عطلت والكاميرات فصلت حوالي 3 اربع دقايق حوالي 3 مرات او 4 مرات وبالتالي مهم جدا نركز واحنا في المباراة لو فيه تعليمات مع حكم المباراة كما هو متبع لو التقنية فصلت تخترني انا كفري وانا بلعب لازم اكون عارف ان التقنية فصلت واتمنى التقنية ما تفصلش في توقيتات مهمة جدا في المباراة عشان كده الاتحاد الافريقي لما حط على تقنية الفتج حط حكم مش التقنية اقصد حط حكم مهم جدا في مباراة المباراة حكم البروندي بس افكلي ده بيه حكم بيعني بيتقال ان هو حكم كويس بيقال برضو ان هو حكم مشهود لي بالامانة والكفاءة والنزاهة نتمنى ان يكون بنفس هذه الصفات في مباراة الاهلي ومازينبي يوم السبت اللي جاي في الكنهو الديمقراطية اشتركوا في القناة